Classification of leukemia تصنيف سرطان الدم أولاً، التصنيف العام سرطان الدم يصنف سريرياً ومرضياً إلى عدة أنواع وأول نوع يتضمن حدة المرض ينقسم إلى حاد ومزمن السرطان الحاد يتصف بزيادة في عدد خلايا الدم غير الناضجة مما يجعل نخوع العظم مزدحماً بهذه الخلايا فتقل قدرته على إنتاج خلايا طبيعية سرطان الدم الحاد يتطلب علاجاً فورياً بسبب التطور السريع وتجمع الخلايا السرطانية التي تخرج من الدم وتنتشر إلى أعضاء أخرى السرطان المزمن وهذا النوع يتصف بوجود عدد كبير من الخلايا البيضاء الناضجة نسبياً ولكنها تمتلك شكلاً غير طبيعي خلايا الدم البيضاء في العادة تحتاج إلى شهور أو سنوات لتنضج ولكن في هذه الحالة خلايا الدم البيضاء تنتج بسرعة عالية مما يؤدي إلى وجود عدد كبير من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية ثانياً التصنيف بحسب نوع خلية الدم المتأثرة سرطان الأنسجة اللينفوية وفيه التغير السرطاني يحدث في نوع من خلايا النخاع العظمي والتي عادة ما تتحول أو تكون خلايا اللينف والتي تعد خلايا مناعية تهاجم المرض أغلب سرطانات الأنسجة اللينفوية تحتوي على نوع بيتا من خلايا اللينف سرطان نخاع الدم وفيه يحدث التغير السرطاني في خلايا نخاع العظم التي تكون عادة خلايا الدم الحمراء وبعض أنواع خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية أنواع خاصة من سرطان الدم سرطان الدم اللينفوي الحاد A.L.L. فرع هذا النوع هي سرطان النسيج اللينفوي الحاد لخلايا B سرطان النسيج اللينفوي الحاد لخلايا T سرطان الدم اللينفوي المزمن C.L. هذا النوع غالباً ما يصيب البالغين فوق جيل الخامسة والخمسين ولا يصيب الأطفال وثلثاء الأشخاص المصابين هم من الذكور يوجد تصنيف فرعي واحد لهذا النوع من السرطان وهو بيضاد خلايا السليفة اللينفاوية B.A. والذي يعتبر مرضاً أكثر عدوانية سرطان الدم النقوي الحاد A.M.L. فرع سرطان الدم النقوي الحاد هي سرطان الدم البرولومفوسايت الحاد أكيوت برولومفوسايت لوكيميا سرطان الدم المايوبلاستي الحاد الذي يؤثر على الخلايا العضلية الجذعية سرطان الدم النقوي المزمن C.M.L. هذا النوع يصيب الخلايا الجذعية متعددة القدرات المسؤولة عن تصنيع خلايا الدم سرطان الدم الزغبي وهو سرطان الدم بالخلايا المشعرة هيري سيلوكيميا وهو نوع من أنواع سرطان الخلايا اللينفاوية المزمن سرطان الدم تائي الخلايا وهذا النوع ناتج عن فيروس يسمى بالفيروس فيروس T اللينفاوي البشري الذي يصيب T-Cyl HTLV وهو فيروس شبيه بالHIV حيث كلاهما يصيب خلايا T-Cyl ترجمة نانسي قنقر